الأشهد الاجتماعي الآن استحسن الكثير من المواطنين قيام السلطات المحلية للعاصمة بنزع الهوائيات المقعرة من شروفات العمارات بالمدنية بعد أن كانت تشوه المنظر العام حيث تم استبدال هذه الهوائيات بأخرى جماعية على أسطح العمارات التقرير لطرق دريدي هي عمارات في العاصمة أصبحت شروفاتها لا تحتوي على هوائيات مقعرة هوائيات لطالما أفسدت الوجه الجمالية لأغلب الأحياء هنا يقوم سليم صاحب هذه الورشة بتجميل وجهة هذه العمارة ونزع الهوائيات المقعرة بعد تزويد سكان العمارة بهوائي جماعي كان هناك مكان يديرون البلاتفورم ونديرون البلاتفورم بلهم يرتاحهم كما ندمر ما شيقل من حبا من دبا هو يعطينا الكيل كيف نخدموهم من البارة للبارة كان حوالي كالكامل أو نصف للدستانس ما بينهم بعد ما نديروا العمل هذا يجي هو ينصلي الإنسانية تنتيعه وينتم في المهمة تنتيعه هو ليدير يخرج الخيوط حتى لسويتر من سويتر يدستريبي للوقاتر حميد هو أحد سكان هذه العمارة التي تم استبدال هوائياتها الفردية التي كانت فيما قبل تشوه المنظر العام بأخرى جماعية لا تشوه المنظر العام وتوفر صورة عالية الجودة من ناحية الجمالية لعبة الدور كبير لحث الفوضى اللي كانت على مستوى العاصمة بسكرنا عايشين في العاصمة ولكن هذا على بين الإشكال هذا مطروع على مستوى الوطن بأكمله جنبت مشاكل كثيرة بالدرجة الأولى قضية نوعية الإرسال هوائيات جماعية لا تشوه المنظر العام وتقدم خدمة أفضل للمشاهدين بسبب توفرها على خمسة أغوار صناعية ستكون عما قريب في جل العمارات في إطار إرجاع الوجه الجمالي للعاصمة